بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح بالكامل طريقة عمل دائرة لتنظيم الطيار من 34 فولت لغاية واحد واثنين من عشر فولت تقدر تتحكم فيهم زي ما أنت عايز بقدرة أربعة أمبير زي ما واضح أمانكم بتقدر تتحكم في الدايرة انت خارجي بتاعي كان 13 فولت وبقدر تتحكم في الفولت بدقة جدا زي ما أنا أحبب أقدر أخرج الفولت اللي أنا محتاجه وبيثبت عليه حتى لو الطيار اللي داخل اتغير بيفضل مثبت لي الطيار اللي خارج على الفولت اللي أنا محدده وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو يا بان أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا موسيقى 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 قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع JLCB طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا وقد جربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بتظهر ليه تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا وتنك بتشوف الصورة بتاعته بحجم عوضة تحمله واتكبرة وبعد كده سيف توكارد بعد ما بتخلص رفع التصنون الخاص بك وبعد كده تشيك قوت وتسجل بياناتك الخاصة بالشهن وتتحدد طريقة الدفع المناسبة لك لكي توصلك في قرب وقت نبدأ على بركة الله اللوحة بتوصلك بالشكل في خلال 6 ايام بالكثير تمام بتزيد يومين لو انت تحدد لون تاني غير اللون الأخضر وطبعا نفتحها ونخرج اللوحات ونوضح لكم اللوحات نكون بالشكل للتصميم اللوحة عبارة 10 سنتي في 10 سنتي وعبارة 10 تصميمات كما وضحها منكم وستخدم كل تصميم لوحده وستخدمهم في اللوحة واحدة وستخدمهم في اللوحة واحدة نستطيع ان نفصلهم بكل السؤولة كما وضحها منكم ونفصلهم بالكسر عن طريق السقوبي ونستطيع ان نفصلهم بصنفرة خفيفة ونجعل شكلها جيدا من خلال الصنفرة وكما وضحنا من 3 تصميمات كانت القيمة الجمركية الخاصة بها 47 جنيه 71 ارش وكانت تصميمين 47 جنيه 71 ارش ونوضح ان شاء الله 4 تصميمات مع بعض ونوضح ان شاء الله القيمة الجمركية 5 تصميمات مع بعض 5 تصميمات مع بعض 5 تصميمات مع بعض كل شيء موضح على البوردة كل شيء تركبها على البوردة موضح بالقيمة تقدر طبعا تغير في قيمة المقاومات ولكن هنوضح ان شاء الله هتغير في قيمة المقاومات نتيجة معك عاملة طبعا الروزيتا التواصيل واتنضيض ومقاومة 1 كيلو ومقاومة المتغيرة ومقاومة 22 اوم وطبعا 2 الام 317 ونوضح افضل نوع انا حصلت عليه علشان اقدر احصل على فولت وقيمة ثابتة معي لطبعا المكونات اللي لاستخدمها النهاردة مكونات بسيطة جدا زي ما واضحة امامكم تقدروا توقفوا الصورة براحقكم واتشوفوا المكونات اللي انتم محتاجينها نبدأ تجميعه طبعا اول حاجة نجمعها الضايد الضايد معنا نخلي بالنا من اتجاه الطرف الرماد في الضايد في يكون مع الطرف الابيض موجود في اللوحة ثم اوصل الاد وطبعا الطرف الموجب موضح على اللوحة معنا على البردة ثم اوصل المقاومة 220 اوم طبعا نقدر نغير قيمة المقاومة كما اوضحنا في فيديوها كثيرا لكي نحصل على الفولت لانا احبب ان الفولت لا يزيد شعر 11 فولت سوف يجعل المقاومة 500 اوم ثم اوصل المقاومة 1 كيلو طبعا للاد لو انت تشتغل على اكتر من 25 لو انت تشتغل على اكتر من 18 فولت واستحسن تستخدم المقاومة اكتر من 1 كيلو ثم نركب المقاومة المتغيرة كلها تركب في مكانها ولا تركب غير في مكانها ثم نركب المقاومة ثم نركب المقاومة المقاومة الخاصة بالتوصيل المقاومة ثلاثة بين واحد للدخول واحد للخروج والنصة سوف نحصل عليه اما للتوصيل او نتركب المقاومة ونوصل على طول ثم نبدأ تلحيم هذا الموضوع بسيط جدا نتمكنة ثم نكوم ثم نقص اخوص الاتراف أكبر الز trash وهنا من الموقع الزجاج الزجاج ثم نكون بعدها ثم لدينا ولدينا كابستر ولدينا الزجاج الزجاج فلت لغاية 1.8 فلت ويدينا معي 2 أمبير بجد ويدينا 2 أمبير هو النوع اللي يظهر أمامكم على الشاشة النوع اللي أنا مستخدمه معي في الفيديو طبعا كالنوع التاني كنت مستخدمه في الباور اللي احنا عملنا مع بعضه ونبدأ نوصل على طرف الفيوز باستخدام تشعيره أو شعرايه نحاس من أن نتخرجه من أي سلك لان طبعا لسه محصلتش على الفيوز الاس امي دي وزي ما وضحنا قبل كده لو استخدمت الفيوز سيأخذ مساحة كبيرة معها في البوردة ويقوم بالوظيفة كاملة بدون أي مشاكل ولو حصل أي أفلة أو عكاست الأقطاب سيأخذ أفلة وبناء عليها الصهير أو الفيوزي وهيمنع دخول الطيار للوحة بالشكل أصبح الشكل النهائي معنا للوحة هذا شكلها النهائي سأخذ مركب 510 أم في البوردة أخرى ويقوم 10 أم فهي تجعل المبشة اللمبة لديها النهائي خافد ويكون ضعيف ويقوم ببعض نستخدم المبشة 25 أم كيف سأستخدم المبشة من أجل الوحة ويستخدم المبشة قبل 12 أم من نسبة لكم لو استخدم المبشة كيف ستستخدم المبشة لديها الدخول الوحة ويقوم بمجرد وبعد ذلك ايضا اضا الوحة واحد دخول واحد خروج مع بعض في نفس روزلتة كما وضحنا استخدام الجن على طول ديرك وتوصل البرده بس جن عشان تحكم في الفولت من خلال الجن طبعا الطرف البرتقاني هو طرف الخروج كما وضحنا مجرد معدت ال 18 فولت على النوع الريجليتور الذي موجود معي هو النوع الذي انا استخدامه يبدأ يخرج الفولت كامل يخرج معي 23 فولت حتى لا يستخدم أي شيء مجرد مجرد 18 فولت الريجليتور يتحرق معك ويعطل ويعدي الفولت كامل فانواع كتير رضيئة جدا فيستحسن انك تجرب النقل الذي تستخدمه على الحاجة التي تستخدمه عليها قبل ان تجربه بنفس القيمة وعن طريق أفو متر تحمل على الأنبير وتعرف الأنبير المطلوب منك انا هنا اوضح انا مزيتش عن 18 فولت ودخلت 18 فولت وخرجت 13 فولت لكي انا نركب مقاومة 500 قوم ابدأ اتحكم في الفولت من 13 فولت كما وضحنا لغاية 12 فولت طبعا لو اقللت المقاومة عن 500 قوم عن 510 قوم سيبدأ اخرج معي الفولت اكبر من كده ممكن اوصل لغاية 17 و 12 فولت لو انا ركبت 220 قوم كما وضحنا منكم بالشكل انا وصلت لـ 12 فولت اقدر ارفع الفولت كما انا حبيب اقدر اخليه مثلا نوصله الى 5 فولت ونسيبه لكي اشحن بطارية محتاج لها 5 فولت او اشغل اردوين ومسلا محتاج عليه 5 فولت او اشغل اي حاجة دائرة وهم 5 فولت اصبح معي 4 امبير اقدر اشتغل عليهم 4 امبير ارفع الفولت شوية لو معها بطارية شحنها 7 و 4 من 10 فولت اوصل الى 7 و 4 من 10 فولت او وقفها سيبدأ اي شحن معها البطارية الغيات لما اوصلها 7 و 4 من 10 فولت وبعد ذلك يوقف لو معها بطارية 9 فولت اوصل الفولت للفولت وتثبته على كده ومعك ريجيليتور سابت معك 4 امبير وكده ان شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات لا تنسونا من صالح دعواتكم لو عجبكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته